على هذه المسافات القريبة تجري المواجهات مع بدء عملية واسعة لتحرير المواقع التي تسيطر عليها ميليشيا المخلوع صالح والحوتي إلى الشمال الغربي من مدينة تعز مدافع الجيش تدك مواقع الانقلابيين وتمهد الطريقة للتقدم نحو تحقيق أهداف التحرير في المناطق التي لا تزال تقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية أسفرت المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية عن تقدم جديد أحرزه الجيش الوطني إثر الهجوم الواسع للجيش على تجمعات الميليشيا في موقع الغراب وجبل المدرجات إلى الشمال الشرق من معسكر 35 مدرع المعارك وصفت بأنها كانت عنيفة ودارت في عدة محاور وتمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على جبل المدرجات والتقدم باتجاه جبل الغراب وتبط الظنين وتمكن كذلك من السيطرة على تبة الخلوة وتقدم نحو التبة السوداء والمنعم بالربيع وساط تراجع لعناصر الميليشيا وتكبدها خسائر فادحة المنطقة لا تزال تشهد اشتباكات متقطعة في وقتاً يؤكد فيه الجيش بأن المعارك سوف تستمر ضمن عملية تحرير ما تبقى من الأجزاء الغربية للمدينة وطرد الميليشيات منها وخلال الساعات الماضية نفذ طيران التحالف العربي غارات استهدفت مواقع للميليشيا الإنقلابية بالقرب من مصنع الصمن والصابون غارب مدينة تعز لم تهدأ المعارك في محيط تعز فقد شهدت الساعة الأربع والعشرين الماضية مواجهات في محيط معسكر التشريفات وفي شارع الأربعين وشمال عصيفرة وسط إخفاقات متتالية واجهتها الميليشيا في إطار محاولاتها المستميتة لاستعادة ما فقدته من مواقع في محيط المدينة اشتركوا في القناة